فوز أول لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال بهدف أحرازه مصطفى محمد لكن الأداء غير مرضي لكل المتباين الناس طموحها كان أكبر في منتخب مصر بوجود طبعا صلاح وكل النجوم اللي كانت موجودة مبارح والأسماء الكبيرة في المنتخب لكن طبعا بنأمل أنه يتحسن الأداء في ماتش أسيوبيا بعد خمس تيام خلونا نتكلم عن فنيات الماتش مع عبد الحميد فراج الناقد الرياضي اللي منورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا محمد سعيد اللي موجود في ديافتك صباح الخير يا هدير صباح الخير عليك يا أهم بيك منورناك في البداية عايز سألك عن الخطة اللي كان بيلعب بها كابتن إيهاب مبارح طبعا زي ما حاجتك استعرضت كان فوز مهم جدا في بداية المشوار أداء أكيد ما كانش راضي كل تابع المباراة ما كانش راضينا كلنا كشعب مصري كان نفسنا نشوف أكتر من كده في البداية بتاعة كابتن إيهاب جلال ولكن نقدر نلتمس له العذر إن دي تأول مباراة ليه ودائما البدايات بتبقى فيها شوية ممكن يكون فيه ما حافظش لسه المنتخب اللعيبة لسه ما حافظت اشترياته في الغوط مثلا طبعا أكيد ولسه هو يدرب المنتخب أربع أو خمس تيان بس قبل المباراة كمان إحنا كمان قبل المباراة دي كان فيه أكتر من عصر واجهة المنتخب صابة محمد الشناء وبكرونة نتمنى له طبعا التوفيق ويرجع إن شاء الله في أقرب فرصة والصحة وسلامة أحمد فتوح كذلك أحمد حجازي لما رجع من التحجات ده كان الأفضل لأنه هو الجهاز الفني سمح أنه هو يأهله بره في أسبانيا كمان حتى في الإحماء مباراة قبل مباراة المنتخب تريزي جيه تعرض أيضا لإصابة في الإحماء ومقدرش يكمل حتى بعد المباراة كابتن إيهاب جلال قال محو قال إن محمد صلاح تحامل على نفسه في المباراة كان بيلعبه هو مش هنقول مصاب بس يعني كان بيعاني شوية كان في شاك في إصابة ويمكن ليفر فو طلبوا منه أنه يعمل طلبوا أنه يليح بس محمد صلاح بحس وطني وأنه هو قائد للمنتخب ما كانش ينفع أنه هو يسيب المنتخب في بداية زايدية وكان برضو أحد اللاعبين الميازين في المباراة بالأمس هو مجموعة اللعيبة بس نقدر نقول إن ما كانش البداية زي ما نفسنا نشوفها ما كانش الأداء زي ما نفسنا نشوفه نلتمس بس العوزل من دي البداية ممكن إن إحنا نكون متوقعين تغيير كبير في أول مباراة لمدير فني جديد مع المنتخب هل ده أصلا كان وارد إنه يكون في بداية قوية لكابتن إيهاب جلال مع المنتخب ومسألة إنه إحنا مبارح شوفنا نفس طريقة اللعبة بتاعت كارلوس كيروش يمكن كنا متوقعين كابتن إيهاب جلال هيلعب بنفس طريقته 4-2-3-1 لكن شوفنا 4-3-3 شايف ده إزاي يعني أثر علينا إزاي وكان إيجابي أو سلبي بالنسبة للمنتخب برافو عليك الأول في السؤال مش منطقة أبدا إن إحنا في بداية أول تجربة للمدير الفني الجديد ولسه زي ما قلنا ما حطش البصمة الفنية بتاعته مع اللعيبة لسه ما حفظوش شكله إن إحنا نشوف أداء مغير وهو كان حسنا فعله حتى ألمح لده قبل المباراة قال إن أنا مش هغير كتير في التاكتك وفي الإسلوب لأن هي دي الأماشة اللي موجودة معاه هي دي العناصر اللي موجودة معاه نبني على اللي كان بيحصل قبل ويبدأ يغير تدريجي في فترة الجاية هو أكد على ده في المؤتمر الصحفي عاكم قال إن أنا حتى طريقة لعبي أو إسلوبي مش متفقة مع بعض طرق اللعب في الدولة المصر وقال إن هتبقى المعسكرات اللي جاية هتبدأ تشهد انضمام للعناصر في خارج الأجندة الدولية علشان يبدأ يحفظ اللعيبة شكل أو إسلوب البنى الهاجمة من تحت وتقارب الخطوط هو حتى بفكرة 4-3-3 بيقرب الخطوط أكتر وأكتر حتى إحنا الناس لما استغربت من مصطفى محمد ما بدأش المباراة برحلة أعتقد إنه كان حابب إن مرموش يبقى زي المهاجم الخطوط أو إنه يقرب شوية من الخطوط كمان 3-3 ملعب كان عمر مرموش الناس كانت شايف إنه بيلعب في غير مكانه ويمكن ده كان مأثر عليه صحيح وكمان دفع تزيزو بدل تريزيجي كان برد تزيزو في غير مكانه لأن تزيزو بيلعب في غير مكانه ولما نزل أفشا بالمناسبة عمل شكل شوية وعمل حركة هجومية في المباراة برح في النهاية إحنا كان مهم جدا أو الفوز والثلاث نقط هو أهم شيء في البدايات دي وفي الظروف دي بالمناسبة كل المنتخبات بقت متقاربة جدا يا محمد لوقت في المستوى وفي الشكل غينيا ما هيش منتخب ضعيف عندهم محترفين في كل الدوريات الأوروبية في فرنسا في أسبانيا عندهم نريكيتا زميل طبعا محمد صلاح في ليفربول من العناصر الجيدة وكان من الممكن جدا أنهم يعملون فجأة فقط مهم جدا أننا كنا نبدأ الأول بفوز ومهم جدا أيضا في مباراة يوم الخميس مع أسيوبيا وانت بتلعب خارج ملعبك في ملاوي هتلعب إن شاء الله ترجع بثلاث نقط هتبدأ تبقى حطيت رجلك شوية في التصفيات بعد كده نبدأ نسأل بقى عن الشكل وعن الأداء لأننا نفسنا نشوف أداء أحسن من ده يليد بمنتخب مصر بكل تأكيد اللعبة كانت قريبة من بعض والخطوط كانت قريبة من بعض لكن كان فيه بطء في التحضير يعني بناخد بطء يعني بناخد قد كبير جدا في تحضير الهجمة في نصف ملعبنا وغالبا ما كانتش بتروح نصف الملعبتين حتى كمان شكل الفكر بتاع كابتن هاب جلال إن أنا استحوز على الكورة وابدأ الهجمة من تحت ما كانش ظاهر أوي في المباراة أمس بس زي ما قلنا نلتمس العذر النسبيا إن دي بداية الانطلاقة بتاعت كابتن هاب جلال بس نقصد إن عدد كبير من اللعبة اللي كنا المفروض نبني عليهم وناعتمد عليهم ونقول إن هم هيكونوا موجودين لأ كانوا مخلصين الموسم ففي حالة برضو إجهاد مثلا إجهاد بدني وفي نهاية الموسم كمان فيه إجهاد نفسي على العاية الناد الأهلي والقوام إن هم راجعين من بطولة أفريكا وخسرين نهاية ضيوة أبطال أفريكا ده برضو ممكن يكون مأثر عليهم شوية في المباريات ولكن صفحة تقفلت نقدر نقول إنه خلاص الحمد لله خدنا المهم جدا اللي هو أهم حاجة ثلاث نقط في بداية المشوار بعد كده نبدأ نشتاقل على الفترة اللي جاي طيب شايفو ده المنتخب الزي في المجموعة ويمكن المجموعة ما هيش الأصعب صحيح وضعينا الزي بقى ومع المباريات الجاية خصوصا كمان مع فوز ملاو طبعا ملاو بدأت البطولة بفوز 2-1 على منتخب أسيوبيا بالمناسبة 3 هداف من ضربات جزاء لسه ما نقدرش نحكم قوي إحنا لسه في الجولة الأولى هتبان إن شاء الله مع مواجهة مصر مع أسيوبيا القادمة هتبدأ تظهر فيها ملامح المجموعة أكتر وأكتر ولكن منطقيا بحسابات الفنية في الأربع منتخبات دول طبيعي مصر توصل يعني نقول إنه من قبل ما تلعب أصلا تصفياتهم أفريقية طبيعي جدا أننا نتقاهل عن المجموعة دي إحنا بنسعد أول وثاني في المجموعة مصر وغينيا هم الأقرب للصعود منطقيا بوفقا لحسابات الفنية للمجموعة أعتقد ما فيش صعوبة في الموضوع ده بس أنا يهمني إن أنا أفوز ويهمني إن أنا كمان أفوز في المباريات الودية علشان ببص على بعد كده على التصنيف ما نقبلش بقى مشكلة تصنيفنا التاني التصنيف كذا لا المفروض إن أنا بشتغل على تصفيات كاس أم أفريقية على تصفيات كاس عالم على المباريات الودية في أجندة دولية أفوز في المباريات ديات وحقق مستوى علشان حتى يبقى ليه يعني شكله ليه تصنيف كويس يساعدني بعد كده في المنافسات طيب إحنا مميزين دائما في الجوانب الدفاعي مظبوط وكان الدفاع كان منظم في هذه المباراة وده وإحنا كمان مفتقدين عن نصر دفاعية كبيرة زي محمد عبد المنم وحجازي فهل هيستمر المنتخب في أداء الدفاعي بما إننا مميزين دفاعيا شوف الموضوع ده ممكن يكون راجع من فترة كبيرة كمان اللي ممكن اللي حط تنظيم الدفاع أو الشكل الدفاع من هكتور كوبر ثم مرورنا بكارلوس كيروش بعد كده عامل منظومة دفاعية بشكل كويس زي ما حررت أكلت واستعرضت في أكتر من حاجة إن كمان حتى مش بس قلبية الدفاع متغيرين أو في حجازي محمد عمانم كمان الباك اليمين احنا تغيرنا كان فيه أكرم توفيق في فترة وبعد كده عمر كمال مبارح لعب عمر جابر حتى أحمد فتوح في الباك الشمال ملعبش مبارح وزهر أيمن أشرف بشكل مقبول إحنا عندنا تنظيم دفاعي كويس حتى الحارس محمد الشناء وما كانش موجود مبارح فأنت برغم تغييرت العناصر بتاعتك كلها بس كان إلى حد ما شكلك دفاعيا نواقف على رجلك كويس ومنظم دفاعيا مهم إن انت تعمل منظومة يبقى لك شكل مهم إن انت يبقى عندك يعني نظام في الملعب سواء في الجانب الدفاع أو في الجانب الهجومي بس كان نفسنا نشوف أداء أفضل من كده زي ما قلت إحنا يعني نلتمس العذر بس كبدايات إن شاء الله نشوف الفترة الجاية أداء أفضل مع الكابتن إيهاب جلال وكمان مع اكتمال الصفوف بالعناصر الأساسية اللي موجودة ما يبقاش فيه غيابات كتيرة للإصابات طيب يعني كابتن محمد صلاح بقى والحديث عن محمد صلاح طبعا المستمر وإنه دايما نلاقي الناس بتقول لكن مش ده محمد صلاح بتعليفيربول بنشوف يمكن مبارح في الموتش تمريرات كتيرة لمحمد صلاح عشان هو يبتدي اللعب المفروض إنه صلاح تروح لكورة يعني في نهاية اللعب في الفينش أو يخلص الهجم مش في البداية تشايف إزاي ده يعني يمكن ده أقمن للعيبة مثلا ده كان بيحصل ليه مبارح كتير تمام إحنا بس بمبدأين قيمة محمد صلاح الفنية ده واحد دلوقتي من أهم 3 أو 4 لعيبة في العالم قيمته مع منتخب مصر تخلي اللعيبة كلها بتعتمد عليه وبتديله الكورة وبتعتمد عليه أنه هو اللي يحرك المنتخب كله هو اللي نقدر نسميه المحرك الأساسي المنتخب مصر في الفترة الحالية أو في الجيل الحالي هو قائد الفريق رغم تحامله على نفسه رغم أنه فعلا زي ما حدرتك قلت هو اللعيبة بتعتمد عليه بشكل كبير جدا والخصم كمان بيكون يعني بيكون أفضل فيه من 4 لعيبة على محمد صلاح مقفل عليه طبعا لأنه هو قيمة كبيرة زي أي نجم يعني مثلا لما بلعب منتخب السنغال أكيد ساديو من هو اللي بيبقى موجود في الصورة أو بيبقى هو القائد بتاع المنتخب ولكن محمد صلاح يعني فكرة التحامل على نفسه وأنه هو مخلص الموسم محتاج إلى حتى حتى نحن نتكلم في الوقت الحالي هيبقى فيه فحص طبي لي ولد رزيجي علشان يتحدد مشاركتهم في مواجهة أسيوبيا ربما وارد جدا نشوف أن أحد السنائي ده ما يلعبش مباراة أسيوبيا ويريع وهتبقى أزمة فنية كبيرة طبعا للمنتخب وكمان كابتن هيب جلال قال أنه ربما يستعين بعناصر إضافية أو يضم لعب أو اتنين قبل السفر لأسيوبيا المفروض السفر بكرا إن شاء الله ظهرا هنتكلم بقى في الأجنحة اللي كانت موجودة معه في القيمة البدائية سواء بقى أحمد رفعت ممكن أحمد عبدالقادر ممكن الأسماء اللي زي ديها تنضم لو حصل استبعاد ليه سواء ترزيجي أو محمد صلاح نتمنى لهم قبل أي حاجة الشفاء والسلامة إن شاء الله يرجعوا يكونوا وقفين على رجلهم محمد صلاح قيمة كبيرة وكان طبيعي جدا أن أنا أعتمد عليه ويبدأ معي الهجمة سواء من بدايتها أو أنه هو يخلص وتمريراته دي ولمساته اللي عملها في المورات المبارح وهو بيعملها في ليفربول بهدف على طول بكل تأكيد بس خلينا نختلف على حاجة محمد فكرة أننا العناصر اللي جان بيمين هنا وبره في ليفربول أكيد الشكل الهجومي في ليفربول مختلف الأداء بتاع يورجون كلوب مختلف العناصر اللي جمي محمد صلاح حافظها موجودة معاه محمد صلاح بيجي الأجندة الدولية قبل المنتخب باربع أو خمس تيام بيتضرب وبيبقى جنبه دايما عناصر مختلفة يعني مبارح كان شكل الهجومي مختلف مع كارلوس كيروش نحن قلنا ملعب مصطفى محمد مهاجم ومعايا تريزيجي ومرموش مثلا مبارح لا لقيت مرموش هو المفروض بقى مهاجم وهمي وبقى زيزه زيزه مش عدلته ومش مكانه فالتركيبة الهجومية كمان مختلفة فعشان كده العيبة دايما بتعتمد أننا قد لصلاح يوفر لي حل أو يوفر لي دايما صلاح يكون عنده الحل حلول عنده لأنه زي مرتفع بكمتر فانية حتى هو المدير الفاني الغيني مبارح قال أنه موجود محمد صلاح من الأول المباراة كان يعني عامل توتر لعيده بكل تأكيد هو القيمة الأسسية للفريق القومي دلوقتي موجود طيب إبراهيم عادل ويمكن شفنا تصريحات لكابتان إيهاب جلال عنه بعد مؤتمر الصحفي وأنه متوقع له مستقبل كويس وتحليلك لأداء مبارح فان مرح أكيد إبراهيم عادل من عناصر الطيبة جدا ومميزة وكان بالمناسبة تحت عين كارلوس كيروش من فترة كمان أنه كان يكون موجود مع منتخب مصر ولكن كابتان إيهاب جلال حفظه أكتر كان بيدربه في بيرامدز كان ظاهر بشكل كويس برضو فكرة التركيبة أننا هاعتمد على إبراهيم عادل سواء بقى في مركز إحنا محتاجين ناس جديدة ودماء جديدة في المنتخب؟ بكل تأكيد لأن كمان مع تقدم العمر ببعض العناصر الأسسية بتاعتك هتحتاج أن أنت تبدأ تعتمدي على عناصر جديدة بس نفسي بقى من خلال منبر حرارات كل الإعلام أننا نفتح الباب شوية للإحتراف إحنا منتخب بغني أمبارح تقريبا القوام الأساسي كله اللي في الملعب والبودلة برة كلهم محترفين تمانا إن شاء الله أن أندياتنا يطلعوا عدد كبير فكرة أننا كنت في تشكيل تنبارح مفيش غير اثنين أو ثلاثة بس محترفين والباقي كلهم من العاصر المحلية أما أفتح الاحتراف هشوف أكتر من محمد صلاح هشوف أكتر من تريزيجية هشوف أكتر من مصطفى محمد وده هيفرق جدا مع منتخب مصر طيب عظيم جدا وإنت تتكلم عن محمد صلاح قلت أنه صلاح بينضم لمعسكر المنتخب قبل مباراة بأربع خمسة يام وليكون مش حافظ اللعيبة كويس هل إحنا عندنا مشكلة بشكل عام في فهم اللعيبة لبعضها في حفظ اللعيبة لطريقة لعب بعضها سواء بالنسبة لصلاح تريزيجية أنني اللعيبة المحترفين لما بيجوا ميقوش واخدين قوي على طريقة اللعب مع باقي اللعيبة وحافظين طريقتهم في اللعب لأنه إحنا نرافض كلمة إن هي دي إمكانيات اللي عندك أنا دي كلمة دي أنا مش مقتنع بي هي دي إمكانياتك لأ أنا عندي لعيبة مميزة بره صحيح فبالتالي ما قدرش أقول إن دي إمكانياتي بس حالة التوافق والانسجام بين اللعيبة دي بتبقى مسؤولية مين شوف خليه بس أشكرك على سؤال سؤال مميز جدا الفكرة في حاجة أنا دلوقتي عندي أكتر من شكل فني في الدوري في الأهل بيلعب بطريقة الزمريك بيلعب بطريقة ومنتخب مصر سواء كان في فترة كارلوس كيروش كان بيلعب بشكل ولما جه كابتن إهاب جلال المفروض إنه هيبدأ من الهجمة ومن نص الملعب ومع تقارب القطوط بشكل تاني فدي هتغير وهتعمل درباك فنيه ومحتاجة على الأقل لوقت محتاجة 3 أو 4 مطشوات على ما المدرب يفرد أسلوبه أو بصمته الفنية على عناصر الفريق أنا مقصدش طبعا إن اللعيبة الكبار رولت الدوليين اللي موجودين في أندية كبيرة في أوروبا على خلاف إن أنا لما يكون معايا فترة طويلة مع المدرب حفظ شكلي حفظ القوان بتاعي العناصر موجودة بيبقى زي فكرة إن اللعب بينزل كأنه ترسف آلة بيحفظ وبيعمل الدور بتاعه بشكل هو حفظه وهو عرف عشان كده هم بيقول دية يا دوبك بس بدايات ممكن هتبدأ تظهر فيها الشكل في الفترة اللي جاية أكتر وأكتر لما كل اللعيبة تحفظ الطريقة بتاعة المدير الفني أعتقد إن ده محتاج وقت ومحتاج وقت مع المدير الفني الحالي واللعبي طيب تعامل المدير الفني مع اللعيبة الدوليين هل يعني بيكون فيه نوع خاص للتعامل ده لأنه كنا بنقول إنه بيشوفهم وقت أقل من اللعيبة المحليين يعني ممكن كابتن إيهاب جلال يطلب إنه يشوف اللعيبة المحليين وياخدهم من الأندية بتاعتهم طبعا من غير ما يأثر عليهم بدنيا وكلام ده لكن لتنمية المهارات وده يمكن معروفة عن كابتن إيهاب جلال إنه يعني ياخد كل اللعيب كده الواحد وده دايما بيحصل اللعيبة الدوليين هيكونوا يتعاملوا معهم عامل إزاي شوفي طبعا هو كقيمة اللعيبة الدولية الكبيرة بيبقى محتاجين دايما يشوفوا دايما مدرب نجم برضو بيبقى محتاجين يشوفوا اسم كبير عشان كده كان في بعض الاختيارات في الأول أو في البداية كانت نقول طب نحن نختار مدير فني أجنابي واسم كبير وعلم من أعلام الضارة عشان يقدر يتعامل مع النجوم دولة ولا ممكن نعتمد على مدرب مصري ربما يكون فيه مفيش يعني عملية الكارزمة أو التعامل مع النجوم ديك ما هياش موجودة عنده قوي خصوصا المدربين المصريين بيدرروا بس يدوك في محيط الأندية أو في العناصر الموجودة في الدوري المحل ولكن أعتقد مع وجود عناصر كبيرة من الخبرات بتساعد المدرب كمان مش بس دورهم في الملعب لا بتساعدوا كمان في التعامل خارج الملعب وجود النيني وجود محمد صلاح وجود تريزيجيه بيساعد أن العيبة دي تساعد المدرب أنه يطبق فكره مهم جدا أن كابت نهاب جلالي يتعامل نفسيا ومعنويا مع العناصر الدولية دي بشكل طيب الفترة اللي جاية إن شاء الله هيساعدوه في الأجندات الدولية القادمة كمان وفي ما بعد تصفيات أمم أفريقيا لأن زي ما قلت لك مصر تستاهل أن المنتخب يكون في شكل أفضل من كده تستاهل أن احنا يكون موجودين دايما على الأقل في المنديال وفي المحافلة الدولية الكبيرة إن شاء الله أنا متفائل خير رغم أن البداية كان فيها هزة فنية شوية كنت لست أقول لكم متفائل ولا لا لأنه يمكن في ناس عندها شوية إحباط أنا دايما كنت بحب أن المشروع يكون طويل المدى فأنا كنت صراحة من الدعمين لاستمرار كارلوس كيروش فترة عشان يبدأ نتكلم في اللي احنا قلنا دا أن المدرب يحط بصمته يبدأ يطور يشتغل على قوام كبير ولكن بما أننا خلاص تخطينا المرحلة دي فمؤكد كل الدعم للمدير الفني الحالي وجهاز الحالي ما احنا تظهر أكتر وكل التفقيل لهم طبعا فيما قادم نشكرك شكرا جزيلا عبد الحميد فراج الناقض الرياضي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا